الحمد لله هذا المشروع هذا أعطى نتائج جيره بحيث أنه ما تمقفتش السلاسيل يلتموين ما تمقفش النقل العمومي والفضل تيرجع بالطبع للقطاعات الحكومية اللي عملت معنا في هذا المشروع وترجع أيضاً للمهنيين اللي أبانوا واحدة الروح دي المسؤولية كبيرة محمد عبد جليل وزير النقل واللوجيستيك باش نتكلم لكم على الإنجازات دي الوزيرات النقل واللوجيستيك خلال هاد السنة اللولى كيف تتعرفوا هاد السنة في البداية ديالها اندلعت الحرب الروسية مع أوكرين اللي خلقت واحد الأزمة دولية خانقة وهاد الأزمة هادي أطرت على تمند المحروقات والمحروقات عرفت واحد الارتفاع سريع وقوي بحل ما عمر عرفته بلادنا منذ تحرير أتمينات أسعار المحروقات هاد الزيادة هادي في الأثمينة ديال المحروقات كان يمكن لها تأدي التوقف ديال الأنشطة ديال النقل لا بالنسبة للنقل ديال المسافرين ولا بالنسبة لنقل البضائع الشيء اللي كان غير يخلق واحدة المشكلة كبيرة في المجتمع بحيث أنه المواطن يقدر ملقاشي كيف يتنقل أو ملقاشي الأسواق ممونة كيف خصها تكون ويقدر الأثمينة ديال المواد الاستهلاكية طرف واحد الارتفاع خيالي فقررت الحكومة تدخل وتدخل بصرحة باش تحل المشكل وتلقاه حل المهنيين فيما يخص هاد القضية هادي ديال الزيادة في المحروقات الحقيقة الحمد لله هذا المشروع هذا أعطى نتائج جيله بحيث أنه ما تمقفتش السلاسيل يلتموين ما تمقفش النقل العمومي والفضل تيرجع بالطبع للقطاعات الحكومية اللي عملت معنا في هذا المشروع وترجع أيضا للمهنيين اللي أبانوا واحدة الروح ديال مسؤولية كبيرة وهذا يعني جاء على أطار الثقة اللي كنا بدنا نبنيوها معهم من خلال الحوار الاجتماعي اللي فتحنا معهم منذ شهر دوجنبير ديال سنة 2021 بالطبع إزمة كوفيد أطرت على القطاع وعلى الاقتصاد الوطني بشكل نعام وحنا انطرقنا منذ بداية السنة باش نعيد الحيوية للقطاع النقل وخاصة قطاع النقل الدولي لا بالنسبة للنقل الجوي ولا بالنسبة للنقل البحري بحيث أن الجميع تعبئ من مطارات من خطوط ملكية مغربية من شركات خاصة ومتدخلين آخرين بالطبع باش نرجعوا بأسرع وقت ممكن إلى ما كان عليه الحال قبل أزمة كوفيد اللي طالت سنتين تقريباً في هذا القطاع هذا والنتيجة هو أنه الحمد لله بالنسبة للنقل الجوي الدولي استرجع النشاط دياله بطريقة سريعة اللي يمكن القطاع ديال السياحة باش ينتعش وانتم ما تتعرفوا الأهمية ديال قطاع ديال السياحة بالنسبة للاقتصاد الوطني وبالنسبة لتشغيل إلى آخره من جهة أخرى استطعنا نعود نفتحه النقل البحري وخاصة نجحوا عملية مرحابة مع جميع المتدخلين الآخرين باش المغاربة المقيمين في خارج يقدروا يزوروا أحبابهم ويدخلوا لبلادهم ثم يرجعوا الأوطان اللي هما مستقرين فيها وهذا الحمد لله عرف واحد النجاح مهم بتضافر جهود جميع المتدخلين فعيلاً لتعليمات سامية ديال السيدنا الله الموضوع ديال الاستثمار وخاصة الاستثمار المنتج هو تحدى بواحد الأهمية كبيرة اليوم وبالطبع باش يعني جميع المناطق المغربية يقدر يكون فيها هذا الاستثمار خصها الربط للشبكات ديال النقل كان النقل ديال الأشخاص أو النقل ديال البضائع فبالنسبة لنا في هذا الموضوع هذا عنا خطة طموحة مع المكتب الوطني السيكة الحديدية باش نوسعو الشبكة ديال السيكة الحديدية في المغرب هاد التوسيع هادي لها يعني يعكسة مالية مهمة وخصنا نلقاو علول بتيكارية مبتكرة باش نمولو هاد المشاريع وهذا ما نعملو عليه مع المكتب من جهة أخرى كان واحد العدد ديال المشاريع ديال التوسيع ديال المطارات اللي غادي نصارو عليها مع المكتب الوطني للمطارات وكان أيضا وهذا التهوى مهم جدا خطة لتسريع المحطات اللوجيستيكية وتسريع يعني تنزيل استراتيجية لوجيستيكية ديال المغرب لأنه باش الناس يبغيوا يستثمروا في المنطقة خاص الحوايج اللي غادي يعني ينجوها تقدر توصل للسوق الداخلي للسوق الخارجية بتكلوفة لوجيستيكية أضعف ما أمكن وبالطبع أيضا الربط الجوي غادي نعملو عليه باش نقويه داخل المملكة زيادة على ما تكلمت عليه في السؤال السابق عنا طبعا مشاريع أخرى مشروع مهم بالنسبة للنقل الطرقي المسافري اللي بغينا نعيده لهيكالة دياله لا بالنسبة لما هو يجري ما بين المدن ولا بالنسبة لما هو تيتعلق بالنقل في العالم القروي كيف تنعرفوه النقل في العالم القروي النقل العمومي ماشي في المستوى المنشود وغادي نعملوه مع الجماعات الترابية تحت إشراف وزارات الداخلية باش نحسنوه من الأداء ديال النقل العمومي المسافرين في المقرب في هالجوج المجالات كي ينأيضا مشروع هام آخر تيتعلق بالنقل ديال البضائع وهنا بغينا نعملوه على تحسين مهنية القطاع وهذا غادي نقوم به إن شاء الله في إطار العمل المتشارك مع الممتدين المهنيين في هذا القطاع النقطة الثالثة لين هي ذات أهمية كبيرة أيضا هي القضية ديال السلامة الطرقية في المغرب فكيف تتعرفوه كينا استراتيجية على عشر سنوات على مدى عشر سنوات المغرب يعني عنده مؤهلات كبيرة بالنسبة للسلامة الطرقية غير إنه استراتيجية ما عطتش النتائج لك نحن هي تنتخوها فغادي نديرو تقييم ديال استراتيجية ونشوفو كيفاش نقدروه نعينو فيها الرؤية باش نوصلوه للنتائج المبتغات وآخيرا ما ننسوش بإنه القطع ديالنا قطع خداماتي بحيث إنه الوزارة أو المصالح الوزارة تتقدم خدامات إدارية المواطن يعني الكل إلا بغا على سبيل المثال يبدل بيرميديالو ولا يبدل كارغريزيالو تخصوجي المصالح ديالنا فهذا الجانب أيضا تنجربون حسنو من الخدمة على سبيل المثال قبل باش تبدل بيرميديالو كان يمكن لك توجه لـ 80 ديال المديريات الآن تمكن لك توجه لـ 800 شباك وهذا يعني تيصب في الرقمانة ديال الخدمات الإدارية بغينا نكون إن شاء الله من الوزارات اللي غادي ترقمن جميع الخدمات اللي تتقدمها المواطنين خلال العمل الحكومي